اشتركوا في القناة وجسم يعني جلد صافي موحد اللون وبشرة صافية خالية من الشوائب وفيها نعومة طبيعية حضرتكم اليوم صابونة بمكونات فعالة جدا في اعطاء الشد والتفتيح وازالة التصبقات والجفاف من البشرة والجسم تعطيك نظارة خيال وتفتيح للون في الجسم لا تجفف الجلد مثل ما تفعل الصابونة العادية تابعوني خطوة خطوة نحتاج الى صابونة الضاوس او صابونة الودعة او اي نوع صابونة ترتاح فيها بشرتك نحتاج الى الكركم اعواد كل بلد كيف يسميه كركمة الخركم البلدي جول مريك الكركم ونحتاج الى كشور البرتقال طبعا الكركم نحتاج الى عودين واذا ما عندكمش كشور البرتقال استبدلوها بقشور ليمون الحامل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة البرتقال هم غرب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نقوم باذابة الصابونة في حمام ماء الساخن اشتركوا في القناة نقوم بإضافة أربع ملاعق كبيرة من مغلى الكوركم وقشور برتقال إلى مبشور الصابونة ونستمر في الحركة على حمام مريم حتى التذوبة تماما نظف باقي المغلى نضيف لها ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون البكر لأنها من العصر الأولى تعطي فوائد رائع وإذا كانت غير متوفرة عندك ضيف زيت زيتون العادية ملعقة كبيرة من زيت اللوز حبيبات الحمص العادية اتحانيها أو اشتريها جاهزة مطحونة نضع قالب السيليكون في الثلاجة حتى تتجمد قوالب الصابونة كلها ونرجع لكم من الأفضل أن تسمعي قطع صابون صغيرة هكذا من أجل أن لا تلتصق فيها البكتيريا خبيئها في علبة مغلقة ضعيها في الثلاجة وإسحبي منها واحدات تلو الأخرى كل صباح أغسلي بها وجهة أعملي رغوة تركيها لمدة عشر دقائق وقومي بشطف الوجه بالماء الدافي وكرري العملية بالماء البارد ورشي التونال كرري العملية يوميا إذا استعملته للجسم قومي بوضع رغوة سميكة على الجسم إدهانيها حتى تتشربها البشرة تماما وتجف أتركيها لمدة ساعتين ثلاث ساعات واستحمي على البخار وقومي بتقشير الجسم بالليفة هذه الصابونة اسمها صابونة الجمال مكوناتها مفعالة جدا في تفتيح لون الجسم وإعطائه نعومة وترطيب خيال لأنه فيها زيت الزيتون المضاد للأكسادة وزيت اللوز المفتح للون حمص المرقب والمفتح الكركم الذي يعطي تفتيح رائع للجسم وقشور البورتقال الغنية بالفيتامين سي إذا كنتم من الزوار الجدد لقناتي نتمنى تضغطوا على زر الاشتراك مع تفعيل الجرس وما تنسوش تابعوني على الانستغرام وصفحتي على الفيسبوك وقناتي الثانية ليصلكم جديد لحظة نزوله شكرا بزاف بزاف وإلى اللقاء سلام